والرئيس طمعنا الحقيقة الحقيقة يعني كان من يومين رئيس اسكندرية بتكلم على الفساد وبتكلم على الميكانة في الجمارك وقال احنا عايزين نبقى زي دول احنا مش اقل منهم ولما نعمل حاجة نعمل احسن حاجة فانا برضو معه عشان كده انا متفقش ان الرئيس لما بيحط ايده بيحطها وفي حاجة عملها ممتازة مبارح انا قارتها في التلفزيون قالك مفيش سلعة هتدخل مصر الا اذا كانت تطابق المواصفات الاتحاد الاوروبي دي عظيمة جدا دي اكبر قفزة في حقوق الانسان لان احنا سلعنا كده لحرمة صحيح حضرتك النهاردة ما تشوف السلعة اللي على الارصفة وشوف السلعة اللي انت بتشتريها فيه جزء كبير جدا منها بيهدر فلوسك وبالذات الناس اللي دخلها محدود بيشتري سلعة رديئة انا في مصر كنت بانتك حاجات احسن من دي الهدوم المصانع قفلت والعمالة راحت لحساب الدول اخرى شوف حضرتك شركة حلوان للغزل والنسيق شوف شركات النسيق فين القطن المصري فين يعني دي مبادرة اخرى ده نتيجة الاستراد العشوائي استراد عشوائي فانا النهاردة انا سعيدة جدا دي مبادرة موجهة لحقوق الانسان والانسان الافقر الانسان اللي ظروفه اصعب فالله معالي سفيرة حضرتك انت نبيتيني النقطة واشتري حاجة ابقى ضمن حقي النهاردة حضرتك لو اشتريت حاجة وطلعت بايزة من على الرصيف بتقدر ترجعها ما روح تصيل بقى ولا بقى فين لا انما لما تدخل بقى تبقى المواصفات الاوروبية وعليها بقى الليبل اللي بتقولك كل حاجة وعارف شريحة منين وكده وترجع تاني وتطلب بحقك وفي ظل الاهتمام والتوعية اللي موجودة النهاردة لا دي نقلة كبيرة جدا عشان كده انا بقول احنا في حول انسان عندنا انجازات بس غير مرئية عايزين نوظفها عايزين نوظفها وعايزين نفهم يعني معناها الابعد مش معناها القريب أو يعني اه مش لا ننظر لها المباشر يعني لا ننظر بسطحية خلينا في العمخ شوحي بزمد حضرت وضحت ايدك على نقطة مهمة لازم عيدها تاني عشان برضو اللي بيشوفونا انه اجراءات الدولة الحماية لجودة السلع والمنتجات المستوردة من الخارج وضع معايير صارمة على السن الرئيس وزمد لها كان موجود ورئيس مصرحة الجمارك لن تسمح الدولة بدخول اي سلعة مجهولة الهوية غير مطابقة للمواصفات ومن ثم ده حق من حقوق الانسان ان يجد سلعة مناسبة له طبعا طبعا وهو اختار المواصفات الاوروبية ودي مواصفات اعلى فده انا مش ليه انا استورد اي كلام ليه استورد ربش ليه ليه انا بقى في الوقت اللي انا بحط الشروط دي على الاستيراد انا بشجع للصناعات الوليدة وبعدين انا شايف الشباب عاملين شغلة رائعة وبالذات البنات نهارده القطن المصري ابتدوا يعملوا حاجات وابتدين نحي بعض الصناعات التقليدية اللي النهارده بقى الاقبال الدولي عليها كبير جدا واللي احنا محتاجينها بسبب المناخ واخنا متمايزين فيها اصلا بالزبط بالزبط